نهب منظم للعقارات في عدن أراضي عامة وخاصة منازل مواطنين مقرات منظمات مدنية وغيرها مما يستهوي كل من لديه أطقم عليها مسلحون ونفوذ قبلي منذ تحرير المدينة من ميليشيا الحوثي والمخلوع قبل أكثر من عامين تعيش عدن وضعا أمنيا غير مستقر والذي بدوره فتح شهية المتنفذين في البسط على كل ما يثير مطامعهم من أراضي أو منازل دون أدنحة وصل الحد بناهبي الأراضي إلى البسط على نقابة الصحفين بعدا ومحاولة البسط على مقر اتحاد الأدباء والكتاب لو لا تدخل المعنين وهبة الرأي العام المملح هو الآخر قصة مذهلة ومحزنة في ذات الوقت فهذه الأراضي الحكومية التي تستخدم الاستخراج الملح والمحافظة على توازن مناخ المدينة تتعرض لعملية نهب واسعة وسط غياب مثير للغرابة لأجهزة الأمن والقضاء بحسب مصادر إعلامية مصدر محلي قال لقانة بلقيص إن نافذين في عدن نهبوا منزل أحد المواطنين ثم باعوا له منزله بمبلغ 25 مليون ريال يمني عبث منظم في عدن وتساهل يفتح شهية من يملك السلاح لسلوك طرق سهلة في تملك منازل وأراضي الآخرين ما دام لا رادع يوقف هذا العبث عدم تفعيل مؤسسة القضاء أدى هو الآخر إلى تزايد أعمال السطو والنهب طالما والمجرم لا ينال جزاءه في وقت تتجاهل الحكومة ومعارضوها في عدن القضايا الرئيسية التي تهم المواطن اشتركوا في القناة